وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية دعا رئيس إسطونيا المجتمع الدولي ومصر للانضمام إلى بلاده لحل الأزمة كما ثمن كاريس جهود مصر للتوصل لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ولجهودها في إحلال السلام في المنطقة بالهجوم الروسي على أوكرانيا وهي قضية حساسة والسلام يمكن أن يؤثر على السلامة ونزاهد الأراضي السلامة الإقليمية لإسطونيا وكذلك فإننا مع أوكرانيا ندعو إلى المجتمع الدولي ومصر للانضمام إلينا في هذه الجهود نحن نشجع جهود مصر من أجل التوصل إلى سياقة سلمية في أزمة الأوكرانية الروسية وكذلك فإننا كذلك نثمن جهود مصر من أجل السلام في الشرق الأوسط السرعات المستمرة تمثل شواغل خطيرة بالنسبة لنا وخاصة أنها تؤثر على حياة أشعوب سنيا تقدر كذلك دور مصر كوسيطة وصانع للسلام في المنطقة وندعو حل الدولتين لأنه الحل الوحيد للسلام الدائم مع كذلك دمان أمن إسرائيل وإقامة دولة فلسطين ترجمة نانسي قنقر